تغيير المناخ واللي حيُعقد في مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم أعلنت عن جدول الأعمال جدول الأعمال كوب 27 حيتيح مساحة كبيرة جداً للتفاعل والمشاركة في هذا المؤتمر خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العربة مستشار مرفق البيئة العالمية عن هذا الجدول وعن فعليات هذا المؤتمر وإزاي نقدر من خلاله يعني نلزم الدول الكبرى بما يمكن أن تفعله تجاه الدول الأكثر تضرراً صباح الخير يا دكتور صباح الخير يعني كلنا عارفين هذه الأثار أن في سبع دول من العالم مسؤولين عن حوالي 70% من مجمل الغازات التي دفنت في الأرض لها الاحتباس الحرالية مش عارفة تطلع وهذه الدول ملزمة أن هي تدفع هذه الفاتورة للدول الأكثر تضرراً وخصوصاً القرى الإفريقية مصر هتعمل إيه؟ ومصر عليها مسؤولية كبيرة الحقيقة لأنه للأسف كل مؤتمرات الكوب السابقة وأخيرها اللي كان في جلاسكو في إنجلترا كان عندنا أمل كخبراء بيئة أنه يطلع موافقة الدول الصناعية على ما يطلق عليه التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وده كان أمل كل خبراء البيئة أنه هيخلص في جلاسكو رئيس وزراء بريطانيا أعلن وإحنا خلاص اتفقنا وجم طبعاً القوى العظمة في آخر في التوقيع وغيروا كلمة واحدة هذه الكلمة يعني لغت كل اللي اتعامل قبل كده بالضبط وهو إنه بدلاً من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري اللي زي الفحم والبترول خلوها الخفض التدريجي من الوقود الأحفوري فرق كبير جداً بين أنك أنت تقول التخلص يعني معناها تلتزم بأن فيه فترة لا يمكن هنستخدم فيها الفحم والبترول تراجعوا عن هذا الالتزام وخلوها الخفض التدريجي يعني كل سنة نقعد أنتوا هتخفضوا مثلاً 10% 15% لكن مش هنبطل الفحم ولا بترول فرق كبير جداً وعلى فكرة دي المسؤولات الكبيرة جداً اللي ملقاها على عاطق مصر في كوب 27 إنه إحنا نصلح هذه الفقرة ونخليها التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على فكرة كخبراء بيئة ما عندناش مانع للمدة يعني هم مثلاً لو عايزين 25 سنة موفين لو عايزين 50 سنة موفين بس يمضوا يعني إحنا عايزين الدول الصناعية المسببة لغازات الاحتباس الحراري اللي هي أكاسيد الكربون وأكاسيد الكابريت وأكاسيد النيتروجين وما يطلق عليه الهايدروكلوروفلوروكاربون اللي هي حروق البلاستيك كلها والبيروفلوروكاربون وغاز المسين دول اللي احنا بنسميهم الستة المدمرين الستة عناصر المدمرين لأنه هم خلوا الغلاف الجوي كأنك في عربيتك الساعة 2 الظهر سبتها لغاية الساعة 4 في عز الشمس ترجع تفتح العربية بقت فرن عمل ايه؟ الزجاج حبس الحرارة داخل السيارة هو ده ظاهرة الاحتباس الحراري إنه الغلاف الجوي بقى يحبس الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية كان أملنا إنه في 20-50 نزيد 1.5 درجة بالكتير ده كان في نهاية القرن ده الواحد ونص درجة ده احنا بنقول يا ريت ده دلوقت التوقعات لو استمر الوضع بتاع الحر في 20-50 هنعدد درجتينه ودرجتينه واحد من عشر هتبقى مشكلة خطيرة جدا حجم من الأعصير والدمار والسيول زي تسنامي اللي حصل في جنوب شرق آسيا بالزبط ما احنا شفناها يعني السنامي بدأ الزلزال في قاع البحر ودخل 700 كيلو على البر والمحطة النوية بتاعت اليابان بحالها نزلت في المحيط الهادي ما حدش كان يتوقع شوف بقى اليابان بكل العلم اللي عندهم وكل نظم الإنذار المبكر فجأة قاموا على إن المحطة النوية بتاعتهم عامت في المحيط فانت لا يمكن هتعرف تتوقع من أين يأتي المناخ دربته دي خطورة هذا الموضوع يعني احنا مثلا أقصى تنبؤ إن احنا نحذر الناس بالكتير دقيق سبع تيام أكتر من سبع تيام ما قدرش أتنقل هنا بقول تنبؤ صحيح ودقيق علشان أحذر الفلاح ما ترويش النهاردة خلي المياه بتاعتك ما تطلعش في الشمس عشان ما تتبخرش والزرع بتاعك يبوز وهكذا فالتحذير بتاعنا أقصى سبع تيام الأقمار الصناعية بتساعدنا إن احنا نوصل ثمان تيام تسع تيام غير كده يعني الدقة بتاعت التنبؤ بتبقى صعبة جدا وبالتالي مشكلة المناخ تغير المناخ بالذات أنك لا تدري أين تقع هذه المشكلة ثم تزداد فجأة التصحر ويزداد فجأة الجفاف فيضرب الأمن الغذاء يقل الأمن الغذاء فإذا المناخ تحول من إلى حاجة كانوا بنقول عليها شم النسيم يعني بنشم الهوى النقي إلى حاجة بتحرق الكرة الأرضية والأرض اللي عليها وبالتالي حجم التصحر وصل 25 ألف فدان فقدان لأراضي زراعية مثلا في قرة أفريق 25 ألف فدان دول كانوا يأكلوا كم واحد وانت بتكلم على أراضي منتجة للغذاء مش بتكلم على حاجة غير الغابات بقى الغابات مشكلتها كمان إنها الحرق اللي حصلت فيها بقى ليها مشكلتين إنها ضيعت رئة لأن الغابات بالنسبة لنا مصنع أكسوجين وفي نفس الوقت زودت الكربون لأنها تحرق فبقنا عايزي عندنا مشكلتين المشكلة الأولى إن احنا نزرع الغابات تاني عشان نطلع أكسوجين ونخفف الحر الكربون اللي عملته الغذاء ولذلك مبادرة الرئيس السيسي الميت مليون شجرة دي من وجهة نظرنا كخبراء بيها هي أحسن مبادرة لأنها أرخص مبادرة في التكلفة بتاعتها لو أنت عايز تعمل مصنع ولا عايز تعمل طاقة شمسية ده أنت بتحط رئة تمتص أكسيد الكربون فلو إحنا ميت مليون بقى كل مواطن عنده شجرة وهذه الشجرة مسؤولة عن الأكسوجين بتاعه على فكرة الناس يعني مش مقدرة فكرة الشجرة دي يعني مش بتخيلها الشجرة دي يا جماعة بالنسبة لنا هي الرئة بتاعتنا وبالتالي لما تدي كل مواطن مصري شجرة فأنت كأنك حطيت أمبوبة أكسوجين في هذا الشارع في مصنع الأكسوجين في المصنع الأكسوجين في المصنع وفي نفس الوقت أنت كمان بتجي وسيلة رخيصة جدا وبعدين اقتصادية جدا لما بتكبر الشجرة بتبعها خشب وبتتحول إلى صناعات أخرى فهو نظام إنتاجي وغذائي ومناخي كامل وأرخص وسيلة أنك أنت تعمل زيادة الغباد دي والأشجار طبعا دكتور مكتدي يمكن كمان تم الأعلان عن الجدول النهائي لمؤتمر المناخ عايزة عرف من حضرتك يعني أي أبرز القضايا اللي هيتم مراقشتها وطبعا يعني الدول نمية كلها قضيتها هي التمويل لأنه الدول الصناعية والحمد لله أفسادت المناخ عملا تتغرب من مسؤولياتها ومش عايزة تدفع التكليف يعني حتى احنا كان يقولوا يعني مسؤولية مشتركة للتنين فاحنا نقوله في المفاوضات يا سيدي احنا مسؤولية مشتركة معك آه بس انت المتسبب يعني انت تحمل انت ما فعلته هذه اللحظة أو هذه الفقرة مش عارفين لا ده هي مسؤولية مشتركة وإحنا الاتنين ساويتنا اتنين ساوى ازاي ده انت بقى لك 500 سنة عملت الثورة الصناعية وعملت النهضة بتاعتك وإحنا يا دوبك بنبتدي النهضة بتاعتنا فاحنا ما نتساواش فبنقوله يعني المتسبب في الضرر بيدفع جزء من التمن فما يجيش بقى جزء من التمن يدهلنا ديون وبفوايد كبيرة طب يا سيدي تخلي 25% منحة و75% قروض بس تبقى قروض ميسرة عشان الفلاح المصري لما يحب نقوله وعلى فكرة ده مشروع عاملينه تحت اشراف وزير الزراعة انه بنعمل 350 محطة الطاقة الشمسية ترفع المياه للفلاح فما تشوفيش الدختان ولا تشوف وعلى فكرة دي رجبت فيه أصعب مناطق يعني في ادفو وفي كومومبو وفي المينيا وفي بنسويف وفي متوبص في كفر الشيخ والفلاح المصري ما شاء الله دلوقتي أولادهم بيعرفوا يصلحوا الموتور بتاع الطاقة الشمسية أكتر من اللي تعلموا في الهندسة وسيلة رخيصة جدا وجاية الشمس منين من عند ربنا اللي بعدها طاقة الرياح زي اللي في الزعفرانة طاقة نظيفة وجاية منين من الرياح بتحرك المروحة فتولد كهرباء ثم الوسيلة المشهورة عندنا زي السد العالي مساقط المياه وهيتعامل على نجاح حمادي وبعض الأناطر أيضا مساقط مياه فدي بنسميها الطاقة الجديدة والمتجددة وده البديل للوقود الإحفوري لأنها طاقة ما بتسببش تلوث وبتزود الإنتاج الغذائي وفي نفس الوقت بتحمي الكرة الأرضية من استمرار ارتفاع مستوى احتباس الحراري بسبب حرق الوقود التقليدي احنا شفنا ده أو حسنا ده يمكن جمانا كنا نتكلم في ده قبل الهوى وقالت وقت الكورونا الهوى ريحته اتغيرت وشمنا نفس نظيف طبعا احنا نقدر نعمل ده هل نقدر يعني متى يستطيع العالم أنه يتخلص من المصانع كثيفة استخدام كثيفة استخدام للطاقة واللي يعني بها انبعاثات كربونية يعني كثيرة الضرر هل في معهد معين نقدر نقول فيه ان احنا حنقدر نوصل مثلا في 20-30 في 20-50 ان الـ 90% و50% تشتغل بالطاقة المتدددة والباقي يبقى مازال ولا مفيش أمل يا دكتور يعني هل بس الموضوع مقتصر على اجبار الدول التي تتعى فلوس ولا في برنامج يلزمهم بخفض هذه الانبعاثات ولاحظ برضو عشان يبقى صادق وفي جدية من الاتحاد الأوروبي بزي الاتحاد الأوروبي هي الكتلة الوحيدة التي التزمت انها في 20-35 هتخفض 40% من غزات الانبعاث الحديث لان هم الأكثر تضررا هم السبب لا وهم الأكثر تضررا هم الأكثر تضررا لا وهم اللي بدأوا الثورة الصناعية عندهم لا يمكن كله متضرر يعني مشاكل أو بآخر لكن هم التزموا ان هم 20-35 أو 20-40 بالكتير هيكونوا متخلصين من 40% الصين بعد ما اعلنت قلتنا 20-53 رجعت قالت 20-63 هخفض انبعاثاتي للنص انا بكلمك على الكبار الملوسين وبعدين الولايات المتحدة الامريكية لما بيجي نظام ديمقراطي زي جو بايدن يقولك انا ملتزم بالطاقة الشمسية لو جيت رمب تاني هيروح مرجع البترول والفحم لان عندهم زي ما انت عارف اللوبي الاقتصادي اقوى من اي شيء فبايدن قال احنا هنرجع للطاقة الشمسية وهنخفف الوقود الاحفوري رجع لو ترامب لو جي الحزب الجمهوري هيرجع الفحم والبترول لان هما ليهم حسب التوجه اه يعني حسب المكسب الاقتصادي عندهم اهم من المكسب البيئي وبعدين امريكا بتعتبر نفسها ان هي قارة بعيدة فالضرر حاصل في قارة افريقيا اساسا للأسف وهي اللي دفعت تمن في جميع الحالات مع ان افريقيا والعالم العربي انبعاثته مربعة في المية فقط ومع ذلك احنا القارة الوحيدة لما تبص على الخريطة احنا عاملين خرايط مثلا للمناخ الحتة اللي حمرة دي هي دي اللي هي شديدة التلوث المنطقة الوحيدة النقية هي قارة افريقيا والمنطقة الوحيدة اللي ممكن تنقذ العالم بتخفيف حجم انبعاثات غزاة الاحتباس الحراري هي قارة افريقيا بس هي اللي تدررت انه هم يعني تسببوا فيه الاسار اللي حصلت السومال دي على فكرة كان بلد كلها انهار جفت تماما يعني عندك تشاد والنيجر كل نص اراضيهم جفت تماما التصحر بيضرب افريقيا بسبب لازم بل الفلاح الافريقي او العربي فيها على الاطلاق لان الدول الصناعية هي يقول لك لا ده لازم نشترك مع بعض نشترك مع بعض ازاي ده انت اللي استفدت من الموضوع التكنولوجيا النظيفة عندنا امل كبير عليها وعلى فكرة انتشرت وبقت بسهولة حديثك دلوقتي لما تمشي هتلاقي الطاقة الشمسية بدأت تنتشر في كثير بالذات المجتمعات العمرانية الحقيقة عاملة شغل حلو او تلاقي البيوت معظمها حاطت الطاقة الشمسية تسأل اكتر عن فكرة الواحي الشمسية وزي ممكن تستخدمها مؤخرا لا وزارة الكهرباء الحقيقة كمان عاملة تسهيلات فيها وبعدين دخلوا العددات ان انت لما بتسحبي كيلومترات من الطاقة الشمسية بيخصمها من العددات بتاعك وعفكرة دي احسن وسيلة عملتها وزارة الكهرباء لتشجيع اللجوء للناس للطاقة الشمسية اكتر من استخدام الغاز او استخدام الكهرباء وده النموذج اللي في العالم ده اللي المانيا عملها على فكرة عامل عداد في كل بيت بييجي الجزء اللي طالع من الطاقة الشمسية او طاقة الرياح يروح خصمه من التكلفة المالية بتاعت العداد وده اللي بتعمله وزارة الكهرباء في مصر وانا اعتقد كمان انه المشاريع الكبيرة يعني غير مبادرة الرئيس للمئة مليون شجرة لكن احنا بننظر للعشرة مليون فدان بتوع مصر لما هيزيد عليهم اتنين مليون فدان من الدلتا الجديدة كأنك زراعة جنينة جديدة يعني الناس ببصولها لانها امن غزائي واحنا بنبصولها لانها امن بيء لان انت كل ما تزراعي لون اخضر كل ما هيطلع الاكسجين اكتر فهيخفف حد فاحنا بنبص للتوسعة الجديدة سواء في توشكا او في الدلتا الجديدة او في غرب المينيا او في غرب ساملوت كل الاراضي الجديدة اللي هي دخلة في الاتنين ونص مليون فدان دي او في المغرى لكن في الاخر هي لونها اخضر بتمتص اكسيد الكربور دكتر مجدي اخيرا يعني زي ما حضرتك قلت في نماذج كتير جدا حقيقة مصر ايما بيها وهتحضر بيها بالفعل مؤتمر المناخ كاب 27 مش مجرد افكار على وراء عايزة عرف من حضرتك يعني نقاط القوة اللي مصر هتكون متواجدة بيها طبعا ده يعني ده بجانب النماذج المستضيفة كاب 27 لكن نقاط القوة اللي هتكون حضرة فيها في ملف المناخ زي ما قلنا بنماذج بالفعل تم تنفيذ او قيد التنفيذ واول نقطة هيشوفوها الزوار مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ اصبحت زي ما احنا بنقول عليها جرين سيتي مدينة خضراء تماما زيرو تلوث فاحسن نموذج مصر هتقدمه انها هتقول انا قدمت الجرين سيتي اللي احنا عملين ندرس فيها وبقى عندنا مدينة خضراء هي في شرم الشيخ سواء بالنسبة للنظم المائية كبحر او النظم الهوائية كهواء او التربة كاشجار بدلا من الصحراء فانا تلوقتي بقى دينة شرم الشيخ بنقدمها زيرو تلوث طبعا لا يعلم كثيرون ان السيارات الكهربائية هتبقى الوسيلة الرئيسية اللي موجودة في شرم الشيخ فانت هتبص على انه كله بالطاقة الشمسية السيارات الكهربائية زيرو تلوث يعني زيرو تلوث ده في كوبتوينت سيفن هيبقى ده في كوبتوينت سيفن كله هيبقى عرامات كهربائية زيرو تلوث ما فيش ما فيش حاجة إلا بقى العزيشة بسجارة ده بقى هنعمله انت لو جايب عراميتك اللي هي بتشتغل بالبنزين مش هتعرف تخش شرم الشيخ خلاله لا لا خلاص شرم الشيخ مدينة خضراء لا لا طاقة فيها إلا طاقة صديقة للبيئة المباني صديقة للبيئة السواحل صديقة للبيئة التنوع البيولوجي حفاظ عليه فيعني من الصعب انه يبقى في مدينة في العالم تقدر تنافس شرم الشيخ بعد كوب 27 اعتقد ان عندنا برضو عدد اخر من المبادرات منها مبادرة 100 مليون شجراء للحكومة المصرية يعني قامت بها وسيادة الرئيس تكلم عليها وعندنا برضو مبادرات يتحضر للاخضر وعندنا عدد كبير من المبادرات حتى على يعني مستوى الشارع فيه اهتمام كبير مش بس من الحكومة أو من رئيسة الجمهورية لا فيه اهتمام شعبي بقصة البيئة جماعة الموضوع ده مش عشان عشان اجيال جاية قادمة مش هتشوف هوا مش هتشوف ميا مش هتشوف غزاء مش هتشوف اسماك مش هتشوف طربة صالحة للزراعة فعلشان كده كل الجهود بتتضافر من اجل نجاح القمة المناخ اللي هتوقع ان شاء الله افشار مشيخ ان شاء الله طبعا بنشكر حضرتك دكتور مجدي علام امين عام خبراء البيئة العرب ومستشار مرفق البيئة العالمي نورتنا في صباح الخير شكرا